نرحب بكم من جديد. الآن مشاهدين وفي جولة سريعة على آخر التطورات والمستجدات على الساحة الأمريكية. ينضم إلينا من البيت الأبيض زميل هشام برار. ومن الخارجية الأمريكية زميل ميشيل غندور. ومن البنتاجون. زميل وفاء جباعي. من الكونغرس عبد الرحمن البرديسي. ومن نيويورك طوني نداف. أبدأ معك أولا هشام. في ظل زيارة الرئيس بايدن إلى نيويورك. ما هي آخر المعلومات بشأن هذه الزيارة لنفق هادسون؟ بالفعل جو المحط الثالث بعد ولاية فيرجينيا ميرليند. اليوم نيويورك. تقود الولايات المتحدة هذه الجولة للوقوف وإبراز أهمية المشارع التي نتجت عن قانون تحديث البناء التحتية. الذي تمكن الرئيس الأمريكي من تمره في العام الأول له في البيت الأبيض. بأكثر من تريليون دولار. الرئيس الأمريكي كما ذكرت اليوم. سيبرز مشروعا ضخما. سيكلف حوالي ستة عشر مليار دولار. يتقاسم فيها التكلفة الولاياتي جورزي ونيويورك. مع الحكومة الفيدرالية بالنصف. تحديد نفق هادسون. الذي نفق نهر هادسون. الذي طبعا يعتبر شريان للتواصل والحركة والنقل بين ولايتي نيويوركي ومنهات بالتحديد. وبناء أيضا نفق جديد. تحديد هذا النفق الذي عمره 112 عاما. يحتاج متهالك. يحتاج الكثير من التحسينات والترميم. وهناك نفق جديد. سيتم بناءه مشروع سيستغرق 14 عاما. وهذه التكلفة الضخمة. كما قلت سيتقسمها الولاياتين مع الحكومة الفيدرالية. الرئيس الأمريكي من خلال هذه الجولة يحاول تمهيد الطريق. لما يتوقع أن يكون إعلانا لترشح لولايات ثانية. يراهن فيها على إنجازته في المجال الاقتصادي. وأيضا يضع ويرسم معالم شعار خطاب حالة الاتحاد. الذي سيكون هو جدوى وفعالية الأنظمة الديمقراطية في مواجهة الأنظمة الاستبدادية. فالرئيس الأمريكي ليتحدث عن الشأن الداخلي فقط من خلال هذه المشاريع. بل يبرز من خلالها أيضا أن تقدم الولايات المتحدة على مستوى البنى التحتية. يسمح لها بتعزيز قدراتها التنافسية أمام دول أخرى وفي مقدمتها الصين. شكرا هشام على هذه المعلومات. ننتقل إلى الخارجية مع زميل ميشيل في انتهاء جولة بلينكين الشرق أوسطية. تفضل ميشيل. نعم جو. قبل الحديث عن زيارة الوزير بلينكين إلى المنطقة. وانتهاء هذه الزيارة. والوزير بلينكين في طريق عودته إلى واشنطن. لا بد من التوقف عندما أعلنه متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قبل قليل بأن روسيا لا تتقيد بالتزاماتها بموجب معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية. وقال المتحدث أن روسيا لا تتقيد بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. مما يفقد قابلية السيطرة على الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا. وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة تبقي أبوابها مفتوحة للمفاتيشين الروس للتفتيش في المنشآت النووية الأمريكية. ولكن هذا الأمر لا توفره روسيا. التي لم تلتزم بالتعاهد أيضا بانعقاد اللجنة الاستشارية. ودع المتحدث روسيا إلى العودة إلى الالتزام بهذه الاتفاقية. التي تم تجديدها في فبراير من العام 2021 لمدة خمس سنوات. من ناحية أخرى. وفيما يتعلق بزيارة الوزير بلينكين. هذه زيارة انتهت. وعاد في هذا الوقت أو يعود في هذا الوقت إلى واشنطن بعد زيارة مصر وإسرائيل والضفة الغربية. أبرز العنوين العريضة لهذه الزيارة التي تحدث عنها الوزير بلينكين. وخلصات هذه الزيارة. أنه أكد على تمسك الولايات المتحدة بحل الدولتين. دعوة كل الأطراف إلى عدم التصعيد وتخفيف حدة التوتر. أشار إلى وجود أفكار من قبل الجانبين. تساعد على استدباب الأمن والسلام. ولذلك ترك عددا من كبار المسؤولين في المنطقة. لمواصلة المباحثات مع المسؤولين في المنطقة. لتطبيق هذه الأفكار. أشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل معارضة أي خطوات أحادية يأخذها أي من الجانبين. أي إسرائيل والفلسطينيين. منها توسيع المستوطنات. تشريع بؤر استيطانية. تغيير الواقع في الأماكن المقدسة. عملية تدمير المنازل والإبعاد والتحريض على العنف. وأشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى سيعملون على مواجهة الخطر الإيراني والتهديد الإيراني لإسرائيل والمنطقة والعالم. شكرا ميشيل على هذا الموضوع. الآن ننتقل إلى زميلة وفاء جباعي من البنتاجون. للحديث أكثر عن مباحثات أستن في كوريا الجنوبية وجولته أيضا إلى الفلبين. بالفعل يواصل وزير دفاع جولته الأسيوية التي بدأها من كوريا الجنوبية. أكد أستن أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى النزاعات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وإنما تسعى مع أدول الحليفة لسيام كوريا الجنوبية إلى إرساء السلام في تلك المنطقة. أيضا أستن تحدث عن سبل تطوير وتوسيع وتعزيز استراتيجية الردع المشتركة مع كوريا الجنوبية. وأيضا بطبيعة الحال توسيع نطاق تبادل المعلومات لمواجهة التهديدات المتواصلة من كوريا الشمالية. والمتمثلة بالاستفزازات المتواصلة عبر تجارب إطلاق الصواريخ باليستية. وأخرى عابرة للقارات. وأيضا التهديد بإجراء التجارب النووية. أستن قال إن هذه الأنشطة المقلقة من قبل كوريا الشمالية. هي التي تعزز التزام واشنطن الصلب والحديدي. إذا صحى التعبير بأمن كوريا الجنوبية. وبالدفاع عنها عبر طبعا القدرات العسكرية الأمريكية التقليدية. منها وأيضا الصاروخية. وحتى النووية. أيضا تحدث أستن عن الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي. مع كوريا الجنوبية. في مواجهة التحديات والتهديدات من كوريا الشمالية. تحديدا لجهة المنورات العسكرية والتدريبات المشتركة. وأيضا نقل الولايات المتحدة لبعض الأصول العسكرية إلى كوريا الجنوبية. وهنا يقصد قاضفة الأمريكية استراتيجية. وأيضا حاملة الطائرات رونالد ريغن. وأيضا مقاتلات من نوع F-22 و F-35. وأيضا تحدث أستن عن أهمية تعزيز والتطوير هذه. وتوسيع هذه المنورات في العام المقبل. حتى تشمل أيضا ليس فقط كوريا الجنوبية. وإنما أيضا اليابان. وتعزيز التعاون السلثي بين واشنطن سول وتوكيو. نعم. شكرا وفا. الآن ننتقل إلى أخبار التشريعات الأمريكية من الكونغرس مع الزميل عبد الرحمن. تفضل. نعم جو. يعني الكونغرس مجلس النواب بالتحديد يناقش الآن مشاريع قانون خاصة بإنهاء حالة الطوارئ الصحية التي فرضها وباء كورونا في الأعوام الماضية من المتوقع أو من المعلوم أن حالة الطوارئ الصحية ستنتهي في التاريخ في أوائل شهر إبريل بالتحديد في السابع من إبريل من هذا العام ولذلك مجلس النواب الأمريكي من المتوقع أن يصوت في حوالي خامسة من مساء هذا اليوم على مشروع قانون لإنهاء حالة الطوارئ ومشروع قانون آخر يلزم جميع العاملين في الشركات الخاصة أو حتى في الحكومة الفيدرالية بالعمل في أماكن عملهم وليس من بعيد من منازلهم أو ما شابه ذلك وأيضا هناك تشريع آخر يحث ويلزم جميع العاملين في الرعاية الصحية أو في المجال الطبي بتعاطي الفكسين أو تعاطي العقار الخاص المضاد لكوفيد 19 والجدير بالذكر أن هذه التشريعات لا بد بعد التصويت عليها وإن تم تمريرها من مجلس النواب أن تذهب إلى مجلس الشيوخ ومن المتوقع أن لا تمر بسهولة بسبب أن الديمقراطيين بالمجلسين النواب والشيوخ يعترضون على هذه التشريعات جملة وتفصيلا هذا من جانب من جانب آخر كان هناك لقاء ما بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ملك الأردن برئيس مجلس النواب كيفين موكارثي وهذه المرة الأولى الذي يقابل فيها رئيس مجلس النواب موكارثي زعيم أجنبي منذ اعتلائه منصب رئيس مجلس النواب العاهل الأردني تحدث مع موكارثي على أهمية المساعدات الأمريكية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى الأردن وأيضا الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية وعلى التصعيد المستمر في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبالضغط على الجانب الإسرائيلي حتى يكون هناك فيما بعد أفق لحل الدولتين وهذا الذي يتبنىه الكثير من المشرعين في لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي النواب وشيوخ وأيضا تتبنىها الإدارة الأمريكية نعم جو شكرا على هذه المعلومات عبد الرحمن لننتقل إلى توني من نيويورك وأيضا تفاصيل إضافية عن زيارة الرئيس جو بايدن إلى هناك تفضل توني نعم جو يعني الحدث الأبرز اليوم في نيويورك كان زيارة الرئيس بايدن الذي وصل في تمام الساعة الحادية 10 و45 دقيقة إلى هنا إلى الموقع في وسط مدينة نيويورك حيث طبعا شارك في مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع النفق نهر هاتسون هذا المشروع الذي ينضم إلى لائحة المشاريع الممولة ضمن طبعا تشريعات البناء التحتية التي وقع عليها الرئيس الأمريكي في نوفمبر عام 2021 والتي لاقت أيضا دعما من قبل الحزبين في الكونغرس الأمريكي نشير هنا إلى أن الرئيس بايدن في كلمته شدد كثيرا على الأهمية والمنافع الاقتصادية التي سيحملها هذا المشروع تحديدا لمدينة نيويورك حيث ذكر الرئيس أنه سيسهل عملية نقل وسفر أكثر من 200 ألف راكب يوميا يستقلون القطار طبعا في مدينة نيويورك بين منهاتن ونيو جيرزي تحديدا وكما أكد الرئيس أن هذا المشروع سيفتح أيضا ويؤمن وظائف لأكثر من 72 ألف شخص سيفتح المجال وظائف عادية برواتف جيدة ووظائف أيضا نقابية كما سيساهم في إضافة وتدعيم الأمانة والسلامة العامة هذا المشروع الجو هو من أبرد المشاريع التي تترقبها مدينة نيويورك بكلفة 16 مليار دولار سيتم تخطية هذه الكلفة سريعا طوني ما الذي سيسهل هذا المشروع يعني هل هو لربط نيويورك ونيويورك ماذا سيسهل على المواطنين هو تحديدا لربط منهاتن ونيويورك ومعظم المعروف أن معظم الأشخاص الذين يعملون في منهاتن يعيشون في نيويورك وكما ذكرت أكثر من 200 ألف شخص سيستفيدون كون هذا المشروع سيبني مسارين جديدين تحت مياه نهر لتقليل زحمة السير المدينتين معروف الدخول إلى مدينة نيويورك لديه الكثير وزحمة السير نعم شكرا طوني على هذه الإحاطة أيضا أريد أن أشكر زميل عبد الرحمن البرديسي وفا إجباعي ميشيل غندور وهشام برار على كل هذه التفاصيل ترجمة نانسي قنقر